موسيقى الله أصبحكم بألف خير مشاهدين وبدأ أصبح على جميع اللي نضمننا في هذه الساعة وفي آخر فقراتنا لليوم تنطلق فعاليات الحملة الشعبية لوحدة وطن في يوم الأرض عبر مجموعات شبابية تجوب مراكز المدن لتوزيع الأعلام الفلسطينية وريات الحملة نتحدث أكثر عن هذه الحملة وفكرة تأسيسها مع جمال جواريش رئيس الحملة الشعبية لوحدة وطن الله يصبحك بالخير يا سيد صباحك وصباح المشاهدين الكرام كيف أصبحت؟ الحمد للرب العالمين أكيد تزمنت هذه الحملة مع يوم الأرض سنبدأ بتاريخها كيف تم تأسيسها كيف تأسست؟ الحملة الشعبية هي نتاج مشاورات كانت مختلفة مع شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني شملت بعض الأكاديميين والمثقفين ورجال الإصلاح والعشائر وكانت ذلك في تموز عام 2015 تداعينا لاجتماعات سواء كانت ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية والقدس تمحور عن ذلك إطلاق الحملة الشعبية لوحدة الوطن التي تهدف إلى خلق حراك شعبي وجماهيري من أجل الضغط على القيادات للفصائل الفلسطينية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية حقيقة الأمر تم استحضار وفد من قطاع غزة وكان هذا الأول من نوعه منذ بداية الانقسام كان يمثل الوجهاء والعشائر والأعيان حضر إلى مدينة رمالة والتقى سيادة الرئيس محمود عباس وحمل له رسالة المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي أكد بدوره سيادة الرئيس على أهمية طي هذا الملف وعودة المياه إلى مجريها ولحمة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تمر بالقضية الوطنية الفلسطينية وحمل حينها رسالة إلى السيد إسماعيل هنية في قطاع غزة من أجل البدء فعليا بالبحث بتشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى تهيئة أجواء الانتخابات التشريعية ورئاسية عقدت الحملة بعد ذلك بأيام اجتماع لكافة ممثلي الوجهاء والعشائر في الضفة الفلسطينية في رام الله وآخر وكان هذا أول اجتماع يلتقي به الوجهاء والعشائر رجال الإصلاح في غزة والضفة الفلسطينية مؤتمر عقدة بما يقرب من 500 شخصية فلسطينية أطلقوا وثيقة الشرف والعهد التي تدعو إلى تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وحرمة الدم الفلسطيني وتجاوز كل صفحات الماضي من أجل مستقبل أجيالنا القادمة بعد ذلك توجهت الحملة الشعبية بوفد للقاء السيد إسماعيل هنية في قطاع غزة الذي رحب بالحملة وبجهودها ودورها واستمع إلى رسالة السيد الرئيس محمود عباس بشكل إيجابي مؤكدا على ضرورة استكمال القضايا المختلفة من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بعد ذلك عقدت مجموعة من المؤتمرات في قطاع غزة في أنسيرات وفي الوسطى وفي رفح وفي الشرقية حضرها العشرات والمئات من مؤسسات المجتمع المدني والفعالية تأتي الحملة لتستكمل نشاطها في هذا اليوم يوم الأرض المجيد والخالد طبعا الحملة مستمرة طبعا الحملة مستمرة متى ابتدأت لها تقريبا ست شهور هي 28 8 2015 ورح تستمر طبعا هي حملة تبدأ بأهداف وتنتهي بتحقيق هذه الأهداف أكيد وطبعا من ضمن الحملة هو فعاليات يوم الأرض طبعا الحملة الشعبية ارتأت أن هذا اليوم هو يوم الأرض هو اليوم الجامع والموحد للكل الفلسطيني سواء في 48 أو في الضفة أو في قطاع غزة أو في مدينة القدس أو حتى للكل الفلسطيني الموجود في أسقاع العالم وفي المنافي والشتات لما يحمل هذا اليوم من رمزية وطنية ونضالية تدافع عن الحق الفلسطيني فوق الأرض الفلسطينية بما يحمي هويته الوطنية في ظل الهجمة الإسرائيلية المستارة وفي ظل المتغيرات الدولية ومتغيرات في العالم العربي هذا اليوم ارتأينا أن نطلق شعار وطن واحد لشعب موحد نستغل رمزية يوم الأرض من أجل تفعيل الشارع الفلسطيني لرفع الصوت عاليا من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية لأنها خيمتنا وقلعتنا الأخيرة أمام ما نتعرض له من مؤامرات دولية وعالمية وما نتعرض له من هجمة إسرائيلية شرسة تطال الشجرة والحجر ويرتقي أبنائنا شهداء على هذه الأرض الطاهرة صحيح لو نتحدث عن فئة الشباب ضمت مجموعات شبابية هذه الحملة تم التركيز على فئة الشباب بشكل خاص؟ نعم هي الحملة تستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وكافة فئته لأن أعتقد أنه لا يوجد فلسطينية على الإطلاق ينتمي إلى هذه الأرض وإلى هذا الشعب العظيم يرفض مفهوم المصالحة الفلسطينية لا يوجد فلسطينية وبالتالي الحملة تعبر عن الصوت الفلسطيني الجامع كفانا تجاذبات سياسية وكفى ما يحدث لنا على مستوى القضية الوطنية الفلسطينية التي انحضرت حتى في مستوى العالمي نتاج الخلافات والانقسامات الداخلية وأعتقد جازما أن هذه الحملة ترفع اليوم الصوت عاليا بمناسبة يوم الأرض أن تتحرك المجتمع الفلسطيني القيادة الفلسطينية قياداتنا في فصائل العامة الوطنية هم أبناء الشعب الفلسطيني أبنائنا هذه القيادة تجب أن تؤمن تماما ويجب أن تتوحد في فعل حان الأوام تسمع لشعبها تسمع لأنها أمام مرحلة تاريخية خطيرة تمس وجودها الفلسطيني الحملة الشعبية أطلقت فعلياتها في ستة محافظات في محافظة الخليل وتكون في مدينة يطا ومركز المدينة في الخليل وفي بيت لحم في مركز المدينة وكذلك في رمالة على دوار المنارة وفي سلفيت وتوباس ومحافظة نبلس كذلك الأمر في مراكز المدن ستكون هناك مجموعات شبابية مختلفة الأعداد بلباس الحملة الشعبية الرسمي من أجل توزيع العلم الفلسطيني على المواطنين أن هذا اليوم الذي يجمع كل الشعب الفلسطيني تحت راية هذا العلم الذي سقط تحته آلاف من الشهداء عبر مسيرة نضالية طويلة أعتقد جازما أن المجتمع الفلسطيني الآن ليس فقط القيادة السياسية الفلسطينية المجتمع الفلسطيني الآن أمام مسؤولياته الوطنية في إنقاذ الأجيال القادمة بفرض تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإعادة لملمات أوراقنا ولم شملنا وإنطلاق الدفاع عن حقوقنا نعم في ظل المتغيرات التي تحدث حتى الانتخابات التي تحدث في الولايات المتحدة الجميع يتصابق كيف يمكن أن نرضي إسرائيل أعتقد أن المتغيرات القادمة سوف تكون صعبة وأسوأ من الذي نعيش الآن والآن على الجميع أن يقف أمام مسؤولياته الوطنية حفاظا على دماء الشهداء وصبر ومعاناة أسران البواسل صحيح أستاذ لو نتحدث كمان عن نشاطات الحملة أنت ذكرت الضفة الغربية قطاع غزة شامل لهذه طبعا قطاع غزة الحملة نشطة جدا هناك وهناك في نوع من دعينا أقول لك التفاعل الأكثر مع موضوع المصالحة الفلسطينية واهتمام نتاج الضرف الذي يعيشه من حصار ومن ظروف معيشية صعبة واقتصادية وبالتالي الحملة الموحدة للحملة الشعبية في الضفة وقطاع غزة هي حالة متكاملة لكن بنشاطات مختلفة أكيد وذكرت أنه تم في نشاطات في مدينة رمالله والخليل وكذلك في مدينة غزة في مثل هذه النشاطات أعتقد اليوم هناك بعض النشاطات دعينا نعتبر نتيجة الظروف المواصلات والانتقاد أكيد الموضوعية أعتقد أن هناك تكون هناك نشاطات محدودة داخل القطاع لإحياء الذكرى يوم الأرض وأعتقد أن الحملة تعيد الآن لترتيبات ونشاطات وواسعة في شهر نيسان إن شاء الله رب العالمين لأن هذه الحملة ليست حملة مؤقتة تبدأ اليوم وتنتهي اليوم لها أكثر من سبع شهور ولها برنامج تعمل على تنفيذه عبر قيادة الحملة الشعبية لوحدة الوطنة التي تتمثل من كل الإخوة والأخوات في كافة محافظات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة أستاذ لو في ختام هذه الفقرة إذا حاببت ضيف شيء أو توصل الرسالة كمان بمناسبة أنه اليوم هو يوم الأرض الفلسطيني أنا أبعث برسالتي إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية وفي كافة أماكن تواجدهم أنه يجب أن يكون هناك حراك مجتمعي حقيقي من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أجل فرض المصالحة الوطنية لأنها خيمتنا الأخيرة التي نستطيع من خلالها الدفاع عن هويتنا الوطنية فوق أرضنا الفلسطينية لأن أعتقد ما هو قادم أسوأ في ظل المتغيرات السياسية والدولية والإقليمية ورسالتي إلى أبناء شعبنا أن هذه مسيرة وطنية كفاحية لأبناء شعبنا ارتقى بها العديد من الشهداء تستحق منا جميعاً الإنحناء كرامة لهم وتجاوز خلافاتنا الخلافات الوضعية في بعض القضايا التي أعتقد أن دماء الشهداء تستحق مننا أن نقف أمامها بكل إجلال وإكبر وأخيراً أترحم على أرواح شهداء شعبنا وأتمنى أن تتم تنفيذ اتفاق المصالحة والذي رشح أنباء بالفترة الأخيرة عن قرب لقاء سيادة الرئيس محمود عباس مع السيد خالد مشعل لبدء تنفيذ الاتفاق أتمنى ذلك إن شاء الله نتمنى أن أنتم بصوتكم كمان عن طريق الإعلام ووسائل الإعلام من اختلفة تقدروا توصلوا هذه الرسالة ويعني السلام في فلسطين إن شاء الله وخاصة بين أبناء شعبنا الفلسطيني لأنه إحنا إخوة وإحنا واحد شكراً لألكم شكراً جزيلاً لألكم وشكراً للفلسطينية ويعطيك ألف عفل الله يخليك مشاهدينا هايك بنكون إحنا وإياكم وصلنا لختم برنامجنا الصباحي إن شاء الله أنا بلقاكم بكرة الصبح طبعاً بنرجع بنأكد أن اليوم هو كان ذكرى يوم الأرض أكيد فيكم تتابعوا على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت أخبار أكثر حول هذا الموضوع طبعاً حلقاتنا فيكم ترجع تحضروها عن طريق موقعنا على الفيسبوك أو قناتنا على اليوتيوب مشاهدينا إن شاء الله بلقاكم بكرة الصبح نهاركم سعيد ترجمة نانسي قنقر